الحقيقة ان صعبان عليا كهرباء كل مرة هوي الحكاية دي لعب تسع عشر سنة هياخد نفسه في منطقة صعبة جدا ادحك عليه او اقنعه بانه سيتم حل اموره وانه هو موقفه قوي وانه ما يمشي بنز مالك بهذه الطريقة هلبه ضربنا يعني حجريم مش عالف ايه بحجر واحد ازاي ان احنا نهبخدنا كهرباء وافضل لعب وقتها في الزمان الكلامانة ونرد الضربة بتاعة عبدالله السعيد ناخد كهرباء كمان بكبري وفسخ تعاقد ومش عارف ايه وبتاعه طبعا سابتة ان الراجل ادحك عليه وانه المحكمة الدولية الرياضية قالت انه كهرباء اخطأ وعقبت كهرباء بغرامة وصلت الان بتمن اتنين مليون وستمائة الف دولار وحكايات بقى وروايات وقصص من هنا والاعلام يطلع قولك نص والغرامة بس والغرامة التانية على المش عارف ايه وايه وعالف ريك برتغالي وكل الاوهام دي طيب ومش بس كده انه خلاص هلعب في يناير وان اللقافة هيترفع وان الاهل هيوفر للفلول كل يوم بحكاية عن الكهرباء شكال صعبان علي الراجل يعني هلعب امتى الموضوع اللي احنا منتكالي على فكرة انا اتكلمت عن الكهرباء كتير وغير يتكلم كتير هتلاقي فيه الاف الفيديوهات عن الكهرباء في وقت هو ملعبش اكتر من 10-15 فبراف الاهل لكن ازمته اللي اتصلعت في الاهل وبارادة من الاهل وبقرار من ادارة الكابت الخطيب انه يتاخد كهرباء بهذا الشكل عشان يصدر مشكلة للزمال اكتلف الايام والوقات والسنين وتتصدر المشكلة للاهل بانه دلوقتي مضطر يساعد اللعب يدفع الفلوس اللي كل يوم بتزيد كل يوم بتزيد الفلوس كل يوم بتزيد والاهل بطيب خطر هندفع لك هنعمل لك والله هندفع يا اخي مزاي دا انت بتاعنا انت حاببنا دا انت ابننا دا انت اللي جت لنا دا انت اللي حضنتنا كل دي قصص ويوم 26-12 هيحصل القرار بتاع رفع الايقاف عنه واحنا هندفع لك الفلوس كل دا جزء منه تنويم كهرباء عشان ما اكراه ورده غضو بسوعات فما يوم ايه اي الكلمتين هنا ولا كلمتين هنا يبوزوا الدنيا ويقلتلكم الزمالك هياخد اجراء عشان حكاية انه مايحصلش موضوع الانتاء اللي قابل يوم 26 قوردان جورنون الوطن ووقع الوطن النهاردة قال لنا خبر مهم جدا ان الكهرباء في طريقه الايه لايقاف لمدة عام ايه اه ايقاف الكهرباء لمدة عام جديد بالاضافة للسلط وشور الفاتو يعني هنييجي من واحد واحد اللي جاي لواحد واحد اللي بحتو ازاي ده شوفي سيدي قال لك انه مصدر مسئول داخل نادي الزمالي اكد للوطن ان الاتحاد الدولي كرة القدم رفض الالتماس المقدم من محمود عبد المنعم الكهرباء لاعب الفريق الاول بالنادي الاهلي بشأن طلب سداد نصف الغرابة والمصدر اكد للوطن ان ازم الكهرباء ستحرك في ان الزمالي سيتحرك في الاجراءات القانون نهاية الشهر الجاري بعد انتاء فترة الايقاف لصدرة لمدة 6 اشهر ومن خلال تحركتنا المفتوحة مع المحامي الدولي المكلف بالقضية فكهرباء مهدد بالايقاف لمدة عام سنة كاملة ضيع من عمره قد ايه كهرباء وخد دفسه وصلها لغاية فين كهرباء وانه كل ده عشان لازم ولا بد ان يدفع كامل كامل الغرام يعني الاجواء اللي ما تحك على كهرباء فيها دي الاهلي بعد الموضوع ده اللي هيطلع بعد كم يوم قبل نهاية الشهر القرار ان شاء الله لصالح الزمال بايقاف كهرباء لمدة سنة اذا لم يسدد فيها فهيبقى حط النادي الاهلي في ورطة هدفع للاعب هفترض انه هيدفع 50% من الغرام وهو وكهرباء هيدفع هيدفع للاعب 30 او 35 مليون كنيف لعب عنده 30 سنة طب هيقدي ولا مش هقدي الله أعلم غير الخمسة والتلاتين اللي زيهم اللي ممكن ما كل ما هيتأخروا كل ما الجمهور هيزيد فتضرب لك في 70 مليون بدل ما كان عش 40 بقى بقى 60 وبعد شوية 70 قال الحكاية قال انا بالان احنا نعمل ايه وهم النادي بيتحقوا على اللاعب واللعب قبل الدحك عليهم لكن الزمالك تم ايقاف كهرباء لمدة عام جديد غير النص اللي فات سنة ونص هكهرباء هتعتزل امتى هكهرباء امبرح المستشار مرتضى منصور في قناة الزمالك وبعمل حوارات دلوقتي المرسلين يروح يقضوا معاف النادي وبدل ما يبقى هو يروح القناة برضو يعني كان نريحه شوية وهو يبقى المرسلين يروحوا يعني فإحدى المرسلين كانوا موجودين هناك وحصل حوارات وتصريحات ورجل هو طول عمره واضح يعني في خلافه واضح وفي اتفاق واضح وفي محبته واضح وفي كرهيته واضح تختلف تتفق هو كده صحيب بقى في كرهيته وغضبه ساعات يعني يتلفز الفاظ قاسية شديدة البعض صفة بالشتائم بلا شك يعني لكن في اوقات تانية الم يكون حابب حد فيدساله يعني يبلعله الظلط أو يبقى يعني ايا كانت القصة لكن هو بيتغضع عن أمور طيب ايه الحكاية بقى هو قال جملة مهمة جدا فكرتني بياسر عرفوت عارفين الرئيس الفلسطيني او الزعيف الفلسطيني الشعير لقات ياسر عرفوت كان مجموعة من اللقات كده ضد الاتفاقات العربية وبعد حصل التواصل الاتفاق مع الإسرائيليين ولقا اه حاجات كده مبارح بقى المستشار مرتضى طلع بلقات راخد تلت لقات تعال فيه مسلسل لا بتاع حرفو خراني الواربعتاشر حلقة كان مصطفى قوي اللي كذبه أو يعني قصته يعني في رمضان في إحدى رمضانات القديمة يعني كان اسمه لا وكان حتى في ختمه لا كده بصوت حرفو خراني المهم المستشار مرتضى أطلق ثلاث لقات مبارح ولازم نعرفهم الأول ونشوف نعلق عليهم سريعا قال ايه أول لا لا توقيع لعقد رعاية أقل من الأهلش هذه واحد لا تقصيط لغرامة كهرباء دي تاني لا لا اعتذار لمحمود الخطيب لا توقيع عقد رعاية أقل من الأهلش الزمالك دلوقتي حط نفسه وله الحق لا شك انه في أعلى مستوى وهو النادي الأهلي مش يترون دل ايه احنا زيش الحقيقة ان الزمالك زيه مية المية ويستحق المقابل المالي اللي بياخده الأهلي زيه بالظبط مش أقول أكتر يا سيدي ومن ثم أنا أؤيد تماما المستشار مرتضى في هذه اللا لا 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 موافق عليها ده أنا موافق على دي طب ايه رأيك في اللا التانية لا تقسيط لغرامة كهرباء ايه ده للمرة التانية أوافق على اللا الأخرى التي أظهرها وأعلنها وأطلقها الأستاذ المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك لا تقسيط لغرامة كهرباء ليه عشان الأهلي يتعلم انه ما يعملش تاني كده وكهرباء يتعلم وكل اللعيبة اللي عندها نفس الأفكار الغلط اللي في دماغ كهرباء في حكاية الرحيل على أي نادي بالطريقة دي تبقى عارفة أن هذا هو العقاب محلك سر أو زي البيت الوقف لا ليه بيع ولا ليه شرع لا ليه لعب ولا ليه دفع فلوس لا هيعرف يدفع الفلوس ولا أي حاجة وفكرة لا لتقسيط الغرامة أؤيد 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 هذه إذن في اتنين أنا أؤيد لمحمود الخطيب هنا بقى القصة هو أخطأ في محمود الخطيب ولا لا المحكمة تقول أن هناك أخطأ بتاعة الشهر دي فكرة بقى الاعتذار أو عدم الاعتذار لمحمود الخطيب هذا أمر يخص المستشار مرتضى منصور لأنا أوافق ولا أرفض لأنا ولا غيري يوافق ولا يرفض هذا الأمر ينبع وينبع من عقل وقرار المستشار مرتضى منصور أي كلام تاني مالوش أي لازمة بالتالي هو قال أنا الضغوط اللي علي أنا بعلنه برغم الضغوط اللي علي لا لتوقيع عقد رعاية أقل من أهلي لا لتقصيط غرامة كهرباء لا لا لاعتذار لمحمود الخطيب وهو برضو وضع صعب شوية جماعة المحمود الخطيب رفع قضية وكسبها فيها شهر حبس كمان مش مثلا غرامة بالية فهيعتذر عن إيه وما يعتذر هيؤدي إلى إيه الحبس هتشال الله أحلم ما عافش قانونية الأمر بعدين هو مش في إجراءاته القانونية بعد من النقد فبالتالي طب لو كسب الأقضية في النقد يبقى اعتذر على الفضل يستنى بقى غدت النقد ميت لكن الموضوع الاعتذار لبقى حمود الخطيب هذا أمر يخص المستشار مرتضى فقط لكن اللا الأولانية واللا التانية يحق لجمهوري زمالك لإبداء رأيه عليها وأعتقد جمهوري زك حواف على الاتنين لاه دول ألف في المية أشوفكم على خير في اللي جاي ودايما أتشرف بيكم وإن شاء الله لايف سريعا بعد كاس العالم إن شاء الله السلام عليكم